نروح من ميسي نروح للريال مدريد ريال مدريد طبعا يمكن بعد انتهاء الاجندة الفيفا ديت لعيبة ريال مدريد بترجع تاني بتستعد لجوالات الدوري الاسباني ولكن عايز اقف عند لعيب مميز جدا وهو كريم بن زمة كريم بن زمة الحقيقة بيقدم مستويات مع ريال مدريد مش هتكلم عليها السنة دي هتكلم عليها من خلال 3 سنين اللي فاتوا على جميع المستويات على مستوى الليجة الاسبانية على مستوى الشامينز ليج وكمان التقلق الكبير جدا لاندمام كمان بن زمة على مستوى المنتخب الفرنسي بن زمة بيقدم مستويات اكتر من رائعة والنهاردة يمكن في حالاتنا نتكلم عن بن زمة بشكل خاص جدا لانه كان ليه دور كبير جدا جدا في فوز فرنسا طبعا بطولة دوري الامم الاوروبية من خلال المواجهة الكبيرة اللي كانت ما بينه ما بين المنتخب الاسباني فعايز اقول لحضراتكم ان بعض اللعيبة بترجع طبعا لعيبة جميع المنتخبات خلاص بيستعدوا بعد انتهاء الاجندة الدولية بيرجعوا لانديتهم طبعا عشان يكملوا مسيريتهم في الدوري المحل ترجمة نانسي قنقر